شباب مؤشر وعلامة تعني الخطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد إخواني أخواتي تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي قبل ما جيلكم الحلقة دي دخلت على جوجل تريندس وعدت أعمل بعض إحصائيات على جوجل وكلفت بعض إخواني وأصحابي وأصدقائي أن هم يعملوا بعض الإحصائيات على جوجل عايزين نعرف مستويات التدين وصلت لإيه؟ أخبرنا إيه؟ أخبار دين الناس إيه؟ دين الناس ده إحنا مؤتمنين عليه يجب أن ننجي أنفسنا وأن ننصح لعموم أهل الإسلام علشان ننجيهم وللأسف الشديد أنه وجدنا ضياع تآكل إيماني بشكل جماعي بشكل واضح في مجتمعتنا وبالذات في مجتمعات الشباب والبنات أعد تفكر إزاي نعمل رشدة علاج؟ تحافظ على الحد الأدنى من الدين في قلوب وعقول شباب وبنات الإسلام ووفقني الله تعالى إلى هذه الخماسية هذه الرشدة الخماسية عايزك تطلع وراء أو ألم وتكتبها ورايا وتحطها قدامك على المكتب وكل شوية تعمل ورد محاسبة أنت بتنفذهم ولا لأ؟ أنت أخبرك إيه تنفذهم؟ أول حاجة في الرشدة دي أن تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة أن تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة نعم أنا أقول لك لا يمكن أن يثبت لك الإسلام وأنت جاحد للصلاة لا يا أخي لا يثبت لك الإسلام أبدا وأنت جاحد للصلاة أما إذا كنت متكاسل بتسمع الأدن والطنش العلماء اختلفوا في شأنك بعض العلماء قالوا أن لا يطلق لفظ الإسلام على تارك صلاة أو صلاطين أو ثلاثة وبعضهم قال إذا تركها متكاسلا فهو فاسق فسقا أكبر تخيل يا أخي أن العلماء تنزع في شأنك أنت يلي بتسيب الصلاة لو أنت بتسيبها جحود العلماء قالوا ده خارج من ملة الإسلام كافر كفر مخرج عن ملة الإسلام أما إذا كنت تاركها متكاسل فأنت فاسق فسقا أكبر قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قالوا الغي وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن أول وقتها اللي بيأخر الصلاة عن أول وقتها دي عقبته أما اللي ما بيصليش خالص واللي ما بيصليش الجمعة واللي بيجمع الصلاوات قابلت شاب بجمعة من الجامعات فبيقول لي يا شيخ أنا بدخل يوم الجمعة وعملي يوم الجمعة ده ربنا فقالت له ما شاء الله ربنا تقبل يا رب قال لي بصلي في 35 صلاة فبيقول له 35 صلاة قال لي آه مش خمسة في سبعة في 35 أنا بصلي صلاوات الأسبوع كلها في يوم الجمعة وبقية الأسبوع بقى إيه ربنا ما لوش حاجة عندي تخيلوا أن ده فهم شاب في الجمعة يا أخوانا أول حاجة في رشدة العلاج الإيماني المحافظة على خمس صلاوات في المسجد جماعة لو سمحت يا أيها الرجل يا صديقي يا أخوية يلي قعد في البيت بتسمعني دلوقتي أو هتسمعني عن طريق الإنترنت بقول لك يجب عليك أن تصلي خمس صلاوات وأن تصلي هذه الصلاوات في المسجد جماعة على الراجح من أقوال أهل العلم يبقى أنت عليك فرضين الفرض الأول خمس صلاوات في اليوم والليلة اتنين أن تصلي هذه الصلاوات في المسجد جماعة في أول الوقت طب لو واحد ما صلاش روى الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تاني حاجة في الرشدة خافظ على ورد قرآني ثابت ورد قرآني ثابت ما قلتش ورد القرآن ده أنا بقول ورد قرآني طب ليه لأن لو قلت ورد القرآن ناسة تقول لك يا ها 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 القرآن كله هعرز عليه خلاص بقى إن شاء الله في رمضان بإذن الله يا عمي لأ أنا بقول لك اقرأ ولو خمس آيات ولو عشر آيات يوميا أثبت على ذلك خلي دي زي وجبة الفطار كده أو خليها زي وجبة الغداء حافظ على مسألة إراية ورد قرآني ثابت لو سمحت مين اللي هيحدد ورد القرآني الثابت ده؟ انت هتحدده على أي أساس؟ هتحدده على أساس المد والجزر الإيماني الإنسان بيوصد بمد إيماني فيوضات إيمانية وبيحصل له أحيانا تآكل إيماني جزر إيماني أنا عايز حضرتك تحدد ورد القرآن بتاعك ده على وقت الجزر الإيماني التآكل الإيماني الضعف الإيماني لما يكون عندي ضعف إيمان ممكن أقرأ إيه؟ أقرأ آية؟ هأقرأ خمس آيات بس هذبت عليها؟ نقول لك جزاك الله خيرا حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصلى عن النبي أنه قال من سره أن يغفر الله له فلينظر في المصحف من سره أن يغفر الله له فلينظر في المصحف ثلاثة ثالث حاجة في الرشدة الأذكار احرص على ورد أذكار ثابت في كتاب صغير اسمه حصن المسلم أو كتاب اسمه قبس مختار من صحيح الأذكار أو مختصر النصيحة أي كتاب من كتب الأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو سمح خل الكتاب دا دايما في جيبك وحضرتك أي من النوم افتح ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه وحضرتك خارج من البيت شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه لو حضرتك نازل الشارع شوف النبي كان بيعمل إيه لو حرك هتركب بابة هتركب سيارة شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه لو حرك داخل المسجد شوف النبي هيقول إيه لو حرك خارج من المسجد شوف النبي هيقول إيه وهكذا عايزك تعمل حاجة اسمه أذكار الأحوال تحافظ على أذكار الأحوال الأكل الشرب النوم دخول الخلاء الخروج من الخلاء أذكار الصباح أذكار المساء إلى غير ذلك أذكار الأحوال دي حافظ عليها حافظ عليها واجتهد غاية الاجتهاد أن أنت إن شاء الله تبارك وتعالى ترددها طب إيه الثمرة والجيزة اللي هتعود علي من كثرة الذكر قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الجزاء من جنس العمل يخوانا لما بنذكر الله خلاص بتبدأ الدنيا تحلو في عينينا بيبدأ الإنسان يحس أنه هو بني آدم حقيقي بينما هذا الإنسان إذا لم يذكر الله بيبدأ يذكر شياطين الإنس والجن بيبدأ يقول الكلام الوحش اللي بنشوفه في الشوارع وفي الطرقات وفي النوادي وفي الجامعات فوقوا يا أخوانا فوقوا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رقم أربعة في الرشدة حافظ على قيام ليلة واحدة في الأسبوع قيام ليلة ما قلتش قيام الليل زي ما قلتش ورد القرآن علشان الناس ما تكطرش على نفسها علشان الناس الشطان ما يجلهاش ويقول له احنا نقضيها بقى عبادة 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 يا عم يسيبك بقى وفكك من الكلام ده بقى يا عم بقى الكلام ده فاكس الكلام ده يا عم بقى جربنا قبل كده وما نفعش لا يا أخي الله لا يجرب الشطان عايز يوقعك عايز يباعد بينك وبين مصدر ثباتك وقوتك يباعد بينك وبين الإيمان وحينها تبقى فريسة سهلة يقدر يقتنسها لو سمحت احرص على قيام ليلة في الأسبوع الله تبارك وتعالى أول ما كلف نبيه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة مدرسة قيام الليل هي اللي هتطلع الرجال اللي هينصروا الإسلام اللي بينتهك في الشرق والغرب الآن محال 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 للمرة الثالثة إنه ينتصر الإسلام بناس لا تقوم الليل لا تصلي الفجر لا تحافظ على الصلوات لا تؤدي حدود الله ولا تحافظ على الواجبات ولا تقوم بالمستحبات لا تحافظ على الواجبات الله تبارك وتعالى يرزقك يرزقك بصيرة صحيحة الله تبارك وتعالى ينعم عليك ويفتح لك ويسر لك الصعاب الله قيام الليل نفسك تتجوز قم بالليل وقول له يا رب يسر لي أمر الزواج نفسك ومنعنيك إن ربنا يكريمك وتتجوزي قولي يا رب واعلمي أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته أنا بستغرب جداً لناس قاعدة تقوم الليل ثلاث أربع ساعات في التليفون المحمول قاعدين يتكلموا في الحرام وقاعدين يقولوا الحرام وقاعدين بيبتعدوا عن كل شيء يدخلهم الجنة وأول ما بتقولوا أم قوم الليل أم صلي الفجر تقول لك يا أنا لسه هصلي بالليل أنا لسه هصلي الفجر ده أنا عندي كلية الصبح ده أنا عندي إيسيكشن ده أنا عندي كورس الله أكبر إخواني إخواني أخواتي قوموا بالليل لو قمت بالليل الله سينعم عليكم الأخ يقول لي نفسي أذاكر ونفسي أحفظ ونفسي أفهم بقول له لو سمح قم الليل قم الليل الله يفتح لك الله يعينك الله يسددك الجزاء من جنس العمل حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام الليل بمئة آية كتب من المقدرين ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين من قام الليلة بعشر آيات الفتحة وقل هو الله أحد يساوي عشر آيات طيب نعملها معادلة الفتحة زائد قل هو الله أحد تساوي عشر آيات الجزاء لم تكتب في هذه الليلة من الغافلين ومن قام الليلة بمئة آية الفتحة وصورة تبارك وصورة المزم يدوني تقريباً مئة آية يساوي يعني في هذا اليوم كتبت من المقدرين الذين لهم قدر عند الله ومن قام الليلة بألف آية ألف آية يعمد الناس واضية والله ألف آية يعمد الألف آية سهلين بس بالراحة علي بالراحة الألف آية دول جزء عامة وجزء تبارك زائد الفتحة يدوني أكتر من ألف آية طيب لو أنا صليت بيهم مش هاخد ساعتين زمن ها يكون الجزاء كتب من الايه كتب من المقنطرين الذين لهم مقدار عند الله عز وجل إخواني أخواتي لو سمحتم صلوا قيام الليل واحرصوا عليه غاية الحرص اجتهدوا عليه غاية الاجتهاد أخيرا خامس حاجة في الرشدة اسمع كتير عن ربنا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سمعنا كلام البشر واسمعنا تحليلات البشر فكانت النتيجة أننا زد نتيها إحنا عايزين لو سمحتم لو سمحتم عايزين منكم إن إحنا نرضي الله بالإكثار عن السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عايزك من النهاردة إن تحرص تاني إن إنت تسمع عن الله تحرص تاني إن إنت تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بتصليش اسمع شريط عن ترك الصلاة اسمع شريط يا ترك الصلاة للشيخ محمد حسان ولا صلاتي حياتي لخونة حازم شمان أو أي شريط من الشرائط المؤثرة حاسس إن إنت بعدت عن ربنا اسمع شريط قلين المذنبين للشيخ خالد الراشد لو إنت حاسس إن إنت عندك مشاكل شبابية ومحتاج حد يكلمك عن مشاكلك دي اسمع سلسلة على فين يا شباب اسمع سلسلة الشباب مشكلات وحلول لأخيكم علي قاسم على الإنترنت ابدأ اسمع عن الله اسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ اسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير خمس حاجات عايزت تحرص عليهم واحد من النهاردة تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة في المسجد ولو حضرتك تسمعاني تصلي خمس صلوات في أول الوقت اتنين حافظ لو سمحت على ورد قرآني ثابت وإن كان يسيرا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ثلاثة عليك بالأذكار الصحيحة عن رسول الله أربعة قوم بالليل ولو ركعة ولو ركعة خمسة أكثر من السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هخط لك إن شاء الله تعالى جدول اسم جدول سنقول التزام جدول للمحاسبة علشان تحاسب نفسك هحط لك الجدول ده على الصفحة الرسمية لعلي قاسم على الفيسبوك أو على جروب علي قاسم على الفيسبوك يسعدني ويشرفني أن نتواصل سويا وأن نتواصل سويا بالحق وأن نتواصل بالصبر وقبل منسه من باب الدلالة على الخير بطلب من حضرتك وبطلب من حضرتك إن احنا إن شاء الله نتواصل سويا على خط اسمه افتح لقلبك عملنا مخصوص لأي شاب وأي بنت عندهم مشكلة ومحتاجين إخوانهم يتواصلوا معاهم بإذن الله هذا الخط رقمه صفر عشر واحد اتنين اربعتين تسعة تلت تلت تلتاتات صفر عشر واحد اتنين اربعتين تسعة تلت تلت تلتات وعملنا لكم خدمة دعوية هتوصلكم على الواتساب رقمها صفر عشر ألف تلتمية وخمسين اتنين صفر عشر ألف تلتمية وخمسين اتنين ربنا ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين أسأله سبحانه في ختام هذه الحلقة أن يشرح صدورنا وصدور المسلمين وأن يعيننا وأمة محمد وأن يشرح صدورنا وأمة محمد وأن يهدينا وأمة محمد اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالم متداخل فيه المبادر تحتضر في ظل ما أحيان